فخلينا بقى نرؤى لفريق الاهلي اللي بدأ استعداداته النهاردة تحديدا لمباراة العودة امام سنبا التنزاني النهاردة في الدوري الافريقي المباراة ان شاء الله لها تبقى يوم التلات ساعة خمسة الاهلي تعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق دي تمرينة النادي الاهلي النهاردة بعدما اللعيبة رجعت بالسلامة النهاردة يعني من شوية التمرينة كانت الساعة ستة ولسه خلصانة من شوية زي ما دائما بقول مفيش مباراة سهلة وكلنا بنشوف مباراة الدوري الافريقي وشايفين شكل المنافسة ويعني وقوة كل فريق فعلا تمانية من افضل الفرق الموجودة في افريقيا واقوى الفرق في افريقيا لعبون ان شاء الله يكون لهم الدور الاهم والاكبر في الفوز بهذه البطولة عشان يقدروا يحققوا الفوز ومش مسموح ان ان شاء الله ربنا ان انت ما تبزلش مجهود النتيجة دي مش بتاعت حد ما قدرش اتكلم فيها ولكن مش مسموح لأي حد من هؤلاء اللاعبين اللي احنا دايما في ظهرهم كجمهور وكعلام وكنادي اهلي ان اي حد فيهم يؤثر بشكل او باخر وده ما حصلش لغاية دلوقتي الامور الحمد لله ماشى بشكل جيد جدا مش مسموح ان نخطئ نفس الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها دايما ميزة كولر ان هو اول باول بيصحح الاخطاء الدخول في المباراة عايزين كهرباء يجيب الجنو اتنين وثلاثة زي ما كان بيجيب عايزين افشة اللي عامل مباراة رائعة اللي فاتت وعمل اتنين او تلاتة واحد منهم لبيرسي تاول اللي حطاها بشماله دي حاجة جمدة جدا كهرباء جاتلو كرتين تلاتة حطوا واحدة حلوة والتانية والتالتة ان شاء الله تيجي المباراة اللي جاي عايزين ننزل من اول دي انت المباراة اللي فاتت امام سيمبا فاول عشر دقايق تقدر تجيب جنوين تلاتة وتكسب عايزين نركز من اول دقيقة الاخر دقيقة في المباراة ما جبناش يبقى ما يخشش فينا اهداف وده دور خط الدفاع وخط الوسط مع حارس عملاق معاك افضل حارس في افريقيا ان شاء الله ربنا اكرمنا والمباراة دي تبقى يعني ان شاء الله نستطيع النفوذ وانا انتظر الفائز من مباراة ماميلودي سانداونز وبترو اتليتكو الانجول